أهلاً بكم بفيديو جديد من الموصوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن أفضل مشروب طبيعي لطرد البلغام الزنجبيل هو من أنواع الأعشاب التي تعمل على التخلص بشكل كبير من نزلات البرد ومن أكثر الأعشاب الفعالة من بين الأعشاب الأخرى نقوم بجلب الزنجبيل طازجاً أو يمكن أن يكون مجففاً ثم نجلب ملعقة من الزنجبيل المجفف النعم على كوب من الماء المغلي ثم نقوم بتناول هذا المشروب يومياً وسوف تشعر بالفرق الكبير يعتبر أحد الأعشاب التي تقوم بشكل فعال على التخلص من العديد من الأمراض ويعتبر الزنجبيل من أكثر الأعشاب التي استخدمت في الطب التقليدي واستخدمت للتخلص من نزلات البرد التي تحدث للإنسان كما يعمل على وقاية الجسم من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي الكوركم لدى الكوركم القدر على تطهير الجسم بشكل كبير من أي من العوامل الخارجية ومن أهم هذه العوامل العدوى التي تحدث للجهاز التنفسي ويمكن أن نتخلص من البلغم من خلال تحضير مشروب من الكوركم عن طريق جلب ملعقة من الكوركم النعم ثم نضعه على كوب من الماء المغلي ومن ثم نتناوله على الريق يعتبر هذا النوع من أنواع العشاب التي تصنف كأفضل عشبة في التخلص من الأمراض التي تشمل الجهاز التنفسي كما أنه يستعمل في الطب البديل بشكل كبير الليمون والزنجبيل يعتبر الليمون والزنجبيل من المشروبات التي تعمل بشكل كبير وفعال في التخلص من البلغم والسائل المخاطي الذي يعمل الجهاز التنفسي على إفرازه يستخدم بشكل كبير لعلاج السعال وذلك لأن الزنجبيل يحتوي على الخصائص التي تعد مطهرا للجهاز التنفسي يتم غلي الليمون ثم نقوم بعد ذلك بتحلية الخليط بعسل النحل ومن ثم يتم تناول المشروب في اليوم الواحد لحين التخلص من البلغم نهائيا نصائح إضافية لطرد البلغام يجب أن تحرص على أن تكون الغرفة الخاصة بك هواءها رطب واستعمل أجهزة ترطيب الهواء في غرفة النوم في وقت الليل لكي تساعدك على النوم يجب على الشخص المصاب أن يعيد المرات الخاصة بالاستحمام حتى يتمكن من التعرض باستمرار للبخار الصادر من المياه الدافئة فهذا يساعد على طرد البلغام يجب عليك أن تنام على السرير الخاص بك ووضع وسادة تحت رأسك ويكون رأسك عاليا بعض الشيء وهذه الطريقة نستخدمها في وقت الليل لتسهل عملية التنفس يجب عليك أن تقوم بإخراج البلغم قدر المستطاع عن طريق بسقه يجب أن تبتعد كل البعد عن أي من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة فهذا يساعد بشكل كبير على طرد الماء من الجسم ويزيد كثافة البلغام كما يعمل على جفاف الجسم يجب عليك أن تبتعد عن العادات السيئة التي تزيد من سماكة البلغام والعمل على زيادة الأعراض مثل التدخين وشرب الكحل إذا أعجبكم الفيديو لا تنسواكم تسمون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تابعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر